هل العسل يقوم بدور السكر يدنا؟ يعني هو العسل زي السكر افادي اه يعني الواحد ياخد معلقتين عسل دول اضرارهم مختلفة خالص عن السكر اه وبالنسبة للضرر بتاع السكر كمادنة سكرية واحد 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 طبعا بس الناس كلها بتأكد ان العسل المفروض انه حاجة امنة يعني لما الناس بتستخدمه اه حذاك العسل اما يكون النوع السكر اللي فيه اما جولوكوز او فراكتوز او مجتمعان الجولوكوز بيعلي طبعا جولوكوز الدم وبيزود الوزن الفراكتوز بيقوم برضو بدور زيادة الوزن ولكن الفراكتوز فيه عيب اخطر بطريق غير مباشر عن الجولوكوز واللي بنسميه لهو الفراكتوز اللي هو سكر الفكهة او سكر العسل اه صحيح ما بيعليش سكر الدم ولكن بيتحول الى دهون سلاسية بجرعات اعلى من الجولوكوز فعشان كنا عايزين هو انا ملاحظ ان حضرتك اكتر من مرة نتكلم حولين العسل ويبدو ان انت واخد منه موقف ارجو تشرحه هو لان كل الناس بتقول العسل ده حاجة حلوة جدا لكن انت ليك رأي علمي فيه احب ان احنا نشرحه بالتفصيل تماما على المستوى الشخصي انا كمجدي انا شخصيا بحب العسل ولكن كمحبة غزاء انما اللي انا عايز اوضحه ان الهالة الكبيرة اللي معمولة حوالين البعد الايجابي للعسل ليست بالصورة اللي احنا متصورانها خلينا نوضح حاجة وانا قلتها اكتر من مرة العسل اللي التاريخ تكلم عليه اللي هو العسل العلاجي او الوقائي هو العسل الجبلي اللي جاي من نحل بياخد رحيقه من نباتات ليست زرع انسان نباتات طبيعية عطرية اه ما فياش اي كيمويات ولا حاجة بالضبط كده فاند انما اما انا اجي على سبيل المثال اقول ان ده عسل بتاع برسيم انا كده باخد خصائص النبات عسل موالح باخد خصائص النبات ليس علاج لكل امراض هنا دي النقطة فاذا انا لازم افرق اناقل عسل الجبلي النظيف ده قصة اما العسل المتاح انه ده عسل برسيم ده عسل موالح ده عسل كذا ده عسل كذا بياخد خصائص النبتة دي سواء النبتة بقى سليمة مسليمة دي قصة تانية في الغالب دي مش سليمة في الغالب يعني 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 انما عايز اه انما اللي انا عايز اقوله ان الناس لازم تفهم ان العسل العلاجي او الوقائي هو العسل مش الموجه مش اللي بياخش على زرع معين العسل المقصود اللي فيه اه بعد علاجي ووقائي واستشفائي هو العسل الجبلي اللي جاي من نبتات ممكن انا معرفش حتى اسمها ايه الكلام ده لازم احنا نفهمه اه يعني اذا عايز توضح للناس ان العسل انواع ارقى نوع فيه اه طبعا واللي مفيد للصحة ومش مدر هو العسل الجبلي اه طبعا العسل الجبلي اللي معتمد على نباتات طبية عطرية نادرة خليني اذكر حاجة بسيطة بعد اذن حضرتك اما نيجي نقول عسل البرسيم النحل بيجيب الرحيق بتاعه من الازهار من ظهرة النبات معروف جدا ان ظهرة نبات البرسيم فيها هيرمون اسمه برولكتين هذا الهيرمون يعتبر هو هيرمون الارضاع وعلشان كده بيعتبر ظهرة النبات البرسيم من اكفأ الاغذية اللي تخلي المواشي تنتج لبا جيد اما الفرد العادي ياخد هذا الهيرمون وبجرعات عالية لو هو بينغمس فيه قوي طبعا هيأثر عليه سلبا لو راجل طبعا هيأثر عليه جدا لو سيد طب السيدة هيقلل الحملة عندها اما لو هي بتردع يبقى مفيد اه يعني لو بتردع يبقى مفيد اه طبعا يبقى مفيد في الحالة دي يعتبر ايجابي عشان كده العسر رائع يعني الحقيقة معلومة معلومة بالنسبة لي جميلة جدا او مرة العففا لازم نفهم ونفرق البرسيم اتعمل للحيوانات عشان بيدخ اللبن في صدره بالضبط حتى بيقال ده اللبن في موسم البرسيم بتلاقيه غزير ومكوناته عالية عشان كده العسل غزاء جيد جدا بس امتى اخده ومع مين اتناوله هنا دي النقطة ومن هنا بيجي اهمية تنمية الوعي عند المستحيل تمام تمام